في الدرسنا اليوم سوف نتحدث عن عنصرين يمكنك استخدامها ضمن loops في اللغة PHP هم العنصر break والعنصر continue لندخل الى الدرس لكي يتفهم بشكل افضل سوف اقوم بحزف الاقوات درسنا السابق لدينا العنصر break الذي يكتب بهذا الشكل بالاحرف الصغيرة وايضا لدينا العنصر continue الذي يكتب بهذا الشكل يتم استخدام العنصر break اذا كنت ترغب بان يتوقع تكرار تنفيذ الامر بمجرد يتم قراءة الامر break ضمن full loop سوف يتم ايقاف تكرار تنفيذ الامر يتم استخدامها على سبيل مساء ترغب بتكرار تنفيذ الامر الموجود ضمن loops عشر مرات ولكن عندما يكون العدد متى صوي مع خمسة ترغب في ذلك المرة بعدم تنفيذ الامر يمكنك استخدام continue يمكنك تحديد بنفسك متى ترغب بعدم تنفيذ الامر من خلال الامر continue مع الجملة الشرطية if statement لنقوم بانشاف على سبيل مساء مراجعة للدرس السابقة نقوم بانشاء عداد سوف اقوم بتحديد العدد يبدأ من الواحد نقوم بانشاء will loop على سبيل مساء ارغب بان يتم تنفيذ الامر خمس مرات او عشر مرات نقوم بوضع الشرط على ان القيمة الذي يملك الفريابل العدد يكون اصغر او يساوي عشرة ثم نقوم بوضع زائد زائد ثم نقوم بتحديد اللي اسم فريابل المسؤول عن العدد لك في كل مرة يتم تكرار التنفيذ الامر يتم اضافة واحد للقيمة العدد ويتوقف عندما يصبح القيمة الذي يملكه الفريابل العدد عشرة اريد على سبيل مساء ان يقوم بيعرضي هذه الرسالة في كل مرة يقوم بتكرار تنفيذ الامر مع القيمة الذي يملكه الفريابل العدد لنشاهد النتيجة سوف اكون بهذا الشكل سوف اقوم بعرض البيانات عبر احد عناصر الهتيميل على سبيل المسال العنصر ديف يمكنك بتحديد بنفسك اي عنصر ترغب باختيار اللي كي يتم عرض البيانات دمنها كما تشاهد قام بتكرار تنفيذ الامر عشر مرات عناصر بمسال اريد ان يتم تكرار تنفيذ الامر ولكن ارغب عندما يكون العداد متسابع مع العدد الذي يقوم بتحديده لا يقوم بتنفيذ الامر عناصر بمسال اريد ان يتم تكرار تنفيذ الامر عندما يكون العداد متسابع مع العدد 6 لا ارغب ان يتم تكرار تنفيذ الامر كيف يمكنني ذلك؟ سهل جدا دائما في البداية قم بإنشاء جملة شرطية if statement. وهنا نقوم بوضع الشرط. مثلا نرغب بان يتم تنفيذ هذا الامر. نحن نرغب على سبيل المسال عندما يكون العداد متساوي مع العدد الستة. اذا نقوم بوضع. ان كان القيمة الذي يملكه الفرياب المسؤول عن العدد متساوي مع العدد الستة. ارغب بان يتم تنفيذ هذا الامر. ولكن في هذه الحالة لن يتم اضافة واحد للعداد. وبتالي دائما سوف يبقى العدد ستة. وهذا الشيء سوف يتسبب في التجمد المتصفحة الخاص بك. يجب في البداية. ان يتم اضافة واحد للعداد بعد ما يتم تنفيذ الامر. ثم يقوم بتنفيذ الامر continue. لان عندما يتم تنفيذ هذا الامر سوف يتجاهد تنفيذ هذا الجزء. لان يشاهد الان. كما تشاهد. ارغب عندما يكون العدد متساوي مع العدد ثلاثة. نقوم بوضع. او اذا كان العدد المتساوي مع العدد ثلاثة. طبعا يكونك تحديد بنفسك العدد. المهم ان تفهم الفكرة. كما انت شاهد. بالنسبة للامر break. عندما يتم تنفيذها. ضمن اللوبس سوف يتوقف اللوب عن تكرار تنفيذ الامر. سوف اقوم بجعل هذا الجزء كالتعليق. لان سوف يتم تكرار تنفيذ الامر عشر مرات. حسب ما قمنا بتحديدها. انا ارغب. بان يتوقف. تكرار تنفيذ الامر. عندما يكون العدد متساوي مع العدد خمسة. على سبيل المثال. نقوم بانشار جملة شرطية. if statement. وضمنها. نقوم بوضع شرط. ان كان العدد متساوي. على سبيل المثال. مع العدد خمسة. نرغب بان يقوم بقرارة الامر break. سوف تشاهد الان. سوف يتوقف تكرار تنفيذ الامر عندما يكون العدد متساوي مع العدد خمسة. وبالتالي سوف يقوم. فقط. بتكرار تنفيذ الامر. اربع مرات فقط. لان شاهد. كما انت شاهد. لان عندما يكون العدد متساوي مع العدد خمسة. من خلال الامر break. يتوقف اللوب عن تكرار تنفيذ الامر. نفس الشيء في فورلوب. ودو ويلوب. لنقوم بانشاء. فورلوب. سوف اقوم باستخدام نفس البيانات. العدد يبدأ من العدد واحد. ثم نقوم بوضع شرط. على ان القيم الذي يملكه الفرياب العدد يكون اصغر او يساوي عشرة. ثم نقوم. باضافة زائد زائد ثم اسم العدد لكي يبدأ العدد. ودمنها نقوم بوضع الامر الذي نرغب ان تم تنفيذها. سوف اقوم بالتنفيذ الامر التالي. سوف اقوم بجعل هذا الجزء كتعليق. لتشاهد النتيجة نفس النتيجة. كما تشاهد. لنفس الغرض يمكنك استخدام العنصر continue و break ضمن دو ويلوب. هذا كان درسنا اليوم. ان كان لديك اي سوار بخصوص الدرس اليوم قم بيوضع في التعليقات. ولا تنسى اعجاب الفيديو ومشاركة دلقناتنا مع الاخرين. الى اللقاء.